شكلت المناظرات الانتخابية التلفزيونية بين المرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة محوراً أساسياً في السباق إلى البيت الأبيض لتكون لها كلمة الفصل في تحديد الفائز أول مناظرة نقلت عبر شاشات التلفاز جرت بين المرشح الديمقراطي جون كندي ومنافسه الجمهوري ريتشارد نيكسون الذي بدأ غير مرتاحاً مقارنة بكندي ما سمح للأخير بالفوز ومن بين المناظرات التي جرت بين المرشح الديمقراطي جيمي كارتر الذي سعى للفوز بولاية ثانية والمرشح الجمهوري رونالد ريغان وقد تمكن الممثل الهلودي ريغان من مخاطبة الجماهير وتمكن من الفوز وفي سابق بتاريخ المناظرات جرت مناظرة بين ثلاثة مرشحينهم الجمهوري جورج بوش الأب والديمقراطي بيل كلينتون والمرشح المستقل روس بيرو وقد تمكن حينها كلينتون بهدوئه من نيل الفوز وفي العام الفين تمكن الجمهوري جورج بوش الأبن من الفوز على منافس سنتر ألغور بعد أن وجه بوش لأول مرة المناظرة نحو مناقشة المطالب الشعبية أما خلال مناظرة الرئيس الجمهوري جورج بوش الأبن والديمقراطي جون كيري تمكن بوش من الفوز بولاية ثانية بسبب حنكته السياسية لتعود بعد ذلك المناظرة بين السنتر الديمقراطي باراك أوباما والسنتر الجمهوري جون ماكين انتهت بفوز أوباما بعد إقناع الناخبين بقدرته على قيادة أمريكا خلال أسوأ أزمة اقتصادية تعصف بالبلاد وعد بعدها أوباما ليتسيد البيت الأبيض في ولاية ثانية إذ أظهر جدية وهدوء في الملفات السياسية مقارنة بمنافسه الجمهورية المحافظ ميترومني وتعد المناظرة التي خادها ترامب أمام منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون منعطفا بارزا فرغم حنكت كلينتون السياسية باعتبارها زوجة الرئيس السابق وشغلت أيضا منصب وزيرة الخارجية في أحد أوباما استطاع ترامب أن يشكل حالة منفردة وغريبة رجحت كفته بسبب أصوات المجمعات الانتخابية وترقب العالم المناظرة الأولى التي سيجريها ترامب أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن فهل يبقى ترامب سيدا للبيت الأبيض لولاية ثانية أم تشهد الولايات المتحدة رئيسها السادس والأربعين انتواسف الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم لنا الآن من القاهر الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد دكتور أحمد أهلا بك معنا إذن نحن اليوم على موعد مع أول مناظرة مباشرة بين ترامب وبايدن كيف من الممكن أن يكون تأثير هذه المناظرة على مسار الانتخابات وأيضا على تصويت المرشحين في الواقع أن تاريخ المناظرات الأمريكية لم تكن لها تأثير جوهري باستثناء مناظرات محدودة أو معدودة على الأقل يعني كانت تأثيرها لا يتجاوز 5 إلى 10% فيما تعلق به تغيير أصوات الناخبين خاصة ما يسمى الأصوات المتأرجحة أو المترددين لكن هذه المناظرة وهذه الانتخابات يربما تكتسب أهمية كبيرة تلقي بظلالها على هذه المناظرة لأنها تأتي وسط أجواء غير مسبوقة في أمريكا فيما تعلق به حالة الانقسام الشديدة داخل المجتمع الأمريكي من ناحية فيما تعلق به جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حتى على المجتمع الأمريكي أيضا فيما تعلق به الأوضاع الاقتصادية المتراجعة والمتداورة كل هذه الأجواء ستلقي بظلالها ونتوقع أن تكون هناك مناظرة ساخنة على الأقل ما بين ترامب وجون بايدن لأن المحدد الأساسي في هذه المناظرة هو التوظيف أو اللعب على نقاط ضعف كل طرف للطرف الآخر بمعنى أن جون بايدن الذي يعني يعد له أول اختبار حقيقي الآن أمام الجمهور أمام الكاميرات أمام التحادل بشكل مباشر في ظل صمده وابتعاده الآن سيكون هناك اختبار أمام ترامب البارع على المسرح الذي يسر دائما الجدل بأسئلته ومنظراته وكلامه وحواراته لكن في اعتقادي أن بايدن سيحاول أن يوظف نقاط ضعف ترامب وهي المعروفة بما تعلق به فشل في إدارة جاعة كورونا أو تدور الأوضاع الاقتصادية أو نزالة الانتخابات ورفضه ربما يعني الانتقال غير السلس للسلطة لكن يتظل الإشكالية هل يستطيع بايدن اليوم أن يقدم بديلا ورؤية متكاملة بديته تقنع الناخب الأمريكي أو المتأرجح الأمريكي أنه سيكون أفضل في حالة تولي إدارة أمريكا من تمام بكم تأكيد برأيك على ماذا سيركز فعلا اليوم الناخبة والمشاهد الأمريكي هل على الأداء أداء كل مرشح أم فعلا على المواضيع التي سيطرحها أنا في اعتقادي أن الاثنين سيكونون مهمين لأول مرة في هذه المناظرة على خلاف ربما المناظرات السابقة فيما تعلق بيها الأداء أيضا الجمهور الأمريكي بشغف لمعرفة ما هي قدرات بايدن الذي شاكك ترامب في قدراته الصحية والتماء بتاعات المنشطات قدراته على التعامل الإيجابية مع القضايا وحيوياته هل سيقدم بدائل هل سيجاوب على الأسئلة بشكل ممكن للاخب الأمريكي أنا في اعتقادي أيضا أن ترامب سيوظف هذه النقاط ويتعتبر نقاط ضعف عند بايدن فيما تعلق بيها الأداء والمضمون في اعتقادي أن جاعة كورونا ستكون هي الحامل للفيصل لأن الناخب الأمريكي الآن في الظل الحديث عن موجات أخرى وفي ظل احتلال أمريكا المركز الأول فيما تعلق بيها الإصابات والوفيات ستكون الحاسمة بمعنى إذا كان ترامب اتهمه بايدن بيها الفشل في إدارة هذه الجايحة هل يستطيع بايدن أن يقدم بديلا للناخب الأمريكي عبر هذه المنظرة فيما تعلق بقدراته أو إجراءاته لإدارته واستيعاب واحتواء هذه الجايحة أم سيظل فقط يركز على فشل ترامب هنا النقطة الأهم في المنظرة أيضا فيما تعلق بقضية النزالة للانتخابات وهل ستخلى ترامب أم أن بايدن سيتمعه أيضا بالعودة والانقلاب على المسارة الديمقراطية في اعتقادي أيضا أن التدعات الاقتصادية وموضوع العنصرية كلها كل طرف سيحاول أن ينقض على الطرف الآخر لكن هنا الأداء سيكون له دورا مهما في كلا أن ترامب دائما هو رجل المفاجآت رجل غير التوقعات في اعتقادي أنه سيحاول أن يسحب بايدن إلى ملعبه كما يقول في قرات القادم بمعنى أنه ستيمان تتولى مهم المهجوم في مقابل أن يتولى بايدن الدفاع هنا ستظهر قدرات كل طرف على الخوار وعلى الحديث كما رأينا حتى في بايدن في ترامب مع هيري كلينتون في أصاب دكتور أحمد أنت قللت ربما من تأثير هذه المناظرة تحديدا على ميول الناخبين ولكن ماذا عن دلالات أن تعقد هذه المناظرة تحديدا في ولاية أهايو هذه ولاية مهمة بالشكل وبآخر دكتور أحمد أنه يمكن أن تنقلب نتائجها من معسكر إلى آخر في اعتقادي أن ولاية أهايو كغيرها من الولايات المتأرجحة ستمثل عامل حاسم في تقرير أي المرشحين سيفوز لأن قبل هذه المناظرة أو بعدها معروف أن مؤيد الحزب الديمقراطي حسم أمرهم وأن مؤيد الحزب الجمهوري أيضا حسم أمرهم وستبقى ما يسمى المتأرجحون والمترددون هذه الولايات تمثل أهمية كبيرة لكن في اعتقادي اليوم أن هذه المناظرة إضافة للمناظرتين الأخرتين هي لن تقدم جديدا فيما تعلق به المضمون لأن كل طرف أخرج ما عنده تجاه هذه القضايا فيه السابق خلال التجمعات الانتخابية خلال الأحاديث الصحفية وغيرها لكن تظل هنا هو رؤية البدائل بمعنى أن المواجهة المباشرة وكل طرف سيحاول أن يستغل نقاط ضعف الطرف الآخر أنا في اعتقادي أن ترامب نقاط وربما نقاط قوة في مقابل نقاط قوة أيضا لبيدن بقدرة ترامب على الحوار وقدرته على مواجهة الناخب وعلى دغدغة المشاعر وقدرته الحوارية الكبيرة على إخلاف بايدن أيضا هو التزم بيئة الصامت ليس لديه ربما رأى واضحة أو جريئة المجتمع الأمريكي بطبعه يعني دائما يشغوف أو دائما ينجذب إلى الشخصية الكارزمية أو الشخصية المسيرة للجدل لكن فيما تعلق به المضمون أيضا ترامب يدخل ولديه نقاط ضعف فيما تعلق به تدهور ضعا الاقتصادية يعني هباء كل حتى الانجازات الاقتصادية ربما يعني تراحب في مقابل أن بايدن سيحاول أن يوظف هذه النقاط الضعف شكرا لك الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في الشؤون الأمريكية كنت معنا من القاهرة